الهندسة ثماني عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في جبل الزاوية بإدلب وفي القامشلي شدد المواطنون الذين التقاهم مراسل الدنيا على أن دعوات قطر والسعودية وغيرهما لتسليح المجموعات الإرهابية في سوريا تندرج في إطار المخطط الكبير الذي يستهدف سوريا الوطن مؤكدين أن هذه الدعوات تكشف مدى عمق الدور المزدوج القطر السعودي في بث الفتنة بالعالم العربي دعوة مشيخة قطر لتسليح المعارضة السورية دعوة شيطانية جديدة رفضها أهلنا في مدينة القامشلي كون الغاية منها تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وأيضا لأن حمد وأسياده يزرعون بذور الشر بدل من أن يكونوا محظر خير وكما إنهم مصممون على صب الزيت على النار لكي يسيروا بمخططهم الإجرام حتى النهاية قيمها من منطلق المؤامرة الأكثر والأقل ليس هناك من معارضة وطنية يمكن لها أن تطلب الدعم الخارجي الدعوة هي أنه تخريب البلد وفتنة بالبلد وضرع البلد هذا يعني أنه هي الدعوة هاي القاية من هيك دعوة يعني مو دعوة خير ونحن هو ما يريد الخير إلا يعني دعوة خطيرة جدا ولا نقبل بهذا الحكيم كلام بزيء من قطر وإضافة إلى ذلك فأن أبناء القامشلي أشاروا أيضا إلى أن حراسي قاعدة السيلية يسعون من وراء دعوتهم هذه إلى تغطية جرائمهم المتمثلة بإرسالهم الأسلحة إلى سوريا ربما حتى قبل بداية أزمتها الأمر الذي جعلهم يضعون في رقبة قطر دماء جميع الشهداء السوريين مدنيين كانوا أم عسكريين دعوة قطر لتسليح الأرهابيين لكي تحدث فوضى في القطر العربي السوري لصالح الدولة الأمريكية والإسرائيلية دعوة قطر العالم يعني بدها فتنة يعني ما في منها غير الفتنة والدعوة غير هاي الفتنة ما في منها على الأشقاء العرب ودول الجوار وجميع الشرفاء بالعالم إيجاد حل الأزمة السورية لا بتسليح الناس ذي يعتبر هذا العمل تدخل بشؤون الغير ضد الدعوة لأنهم يريدون شد الفتنة وراغة الدم السوري الدم السوري الشريف نحن مع سوريا ومع سيادة الرئيس كميل سهدو لأخبار تلفزيون الدنيا القامشلي